زاكرا رابطة واتشي لدارو بكل صراحة في الماشة اللي جمع بين الراجل والجيش الملكي أقل الحاجة اللي يمكن اللي يقول عليها هو واحد الحاجة ديات تبرهيش تصوروا اللاعب لبروفيسونيل وتلعب ما أحسن فرق اللي كين في الدول المغربي ايدر هاد النوعية ديات التصرفات في الماشة اللي مهم وفي الماش ديال الكلاسيكو واتشي تي يعطينا واحد الحاجة بالله ديات اللاعب هذا ماشي بروفيسونيل وماشي قد لمستوى ديال الفرق وكي قبل ما نضر على هاد المشكلة ديات اللي دارو في هاد الماش هذا غادي الرجع واحد شوية أول حاجة وكيما كنا عارفين في الموسم ديات زاكرا رابطة كنت يلعب مع فريق الراجل ففي الموسم ديات زاكرا رابطة كنت ياخد الفرصة مع الفريق وتيشارك كأساسي وشفنا في الموسم ديات كان ماركة على الفريق الجيش الملكي واحتفل واحد طريقة لأسطورية ولكن المشاكل ديات زاكرا رابطة مع الإدارة ديال الفريق الراجل بدت بالضفع شهر خمسة وبالتحديد اللي دخل باش يتفرج فرماش دي كان تيجمع بين الويداد والأهل المصري سما كانوا شدوه الكاميرات والصحف وقلس في الطنوبي دياله ونفاش كان صراح باش يتخل قلهم عين الهبطة وزادي قلهم من اللاعب ديالفريق الويداد وكيمتا كان عارفو باللف الصغر ديال زاكرا رابطة كان اللاعب ديالفريق الويداد ومن الصغر دياله هو كيبغي الويداد لوحد دراجل كبيرة هendi من ناحية الكوط الفريق اللي كيبغيه ولكن هو كما كنا عارفين بلي بديك الساعة كانت يلعب مع فريق الراجا وانا في الزاكرة هبطاي در هاد البلان هادو يعاقو به الجماهيل دي الراجا وبكون صراحة نوضو عليه واحد لقربالة وكيبال الجماهيل الراجا ويوصل بهم الحد حقدو على هاد اللاعب وبدو كيطلبو من الايدراء دي الفريق باش يجروا على هاد اللاعب وانا في الزاكرة هبطاي خرجوا السوشيال ميديا وقال لهم بلي ديك الفيديو ماشي ديالي وقال لهم بلي انا يام ما كونج قاعد فرشوا ديك الماشي وانا في الزاكرة هبطاي هدى الجمهور دي الراجا ولكن لي ما كانوش عارفين بلي هاد شي هدا غادي تقلب كله فللي وصلت لانتقالات الصيفية دي اللاعب هدا ما بقعش بغي يبقى مع الفريق واتش اللي خلاه ينتقل مباشر فريق الجيش الملكي وانا وصلنا للماشي ديالكلاسيكو اللي غادي جمع بين الراجا والجيش الملكي في ملعوب هاد الماشي بطعبات الحال في كازا وفي ستار دونور يعني الزاكرة هبطاي غادي يواجه واحد الفريق اللي كانت يلعب فيه غير باره وانا زاكرة هبطاي تتحط له الفرصة وستجل الهدف ديال تعادل الفريق الجيش الملكي شنو غادي يدير هاد اللاعب هدا دارلك واحد الاحتفالية واسطورية بحال يسجل في نهاية ديالشامبيونسلي هاد اللاعب هدا حي توني وبدأت يعاير الجمهور وانا بطعبات الحال الجمهور ديالراجا ما غاديش يسكت نهائيا وانا الجمهور ديالراجا ما ترتطلوش وحتى الناطق الرسمي ديال الفريق شنو غادي وقع مرها بدقائق زاكرة هبطاي غادي يخد بطاقة حمراء وانا اللي كان خارج بديتي عاير في الجمهور ديالراجا وزيد عاوتين بديتي عاير حتى الناطق الرسمي واللقطة اللي دارة زاكرة هبطاي تتبين على الأخلاق ديال هاد اللاعب يعني هاد شي دارو زاكرة هبطاي ديال تبرهيش ديال بالصح وخص درور الجامعة المالكية لكورة القدم تاخد واحد لإجراءات فاد اللاعب وتعطاه واحد الغرامات لمالية الكبيرة مع توقيف الشي ثلاثة ديال المباريات لان هاد شي دارو خدو حد درجة الكبيرة وزيد عاوتين مراد لقطة هدي بنهار وقعت عاوتين واحد الحاجة اللي سبيسيال الصفحة ديال فريق الجيش المالكي اختارو زاكرة هبطاي هو أفضل لعب في المباراة وهنا الباش ديال فريق الجيش المالكي بين واحد الحاجة اللي مهمة بحالي يدو السلوك لدارو زاكرة الهبطاي وهذا البلان لدارو زاكرة الهبطاي ما شفناش غير مع هاد اللاعب ولكن عاوتين فاد الانتقالات الصيفية شفناها مع جمال حركاس لان جمال حركاس شفنا الطريقة اللي خرج بيام الفريق ومازال غادي تلعب الدير بيع وتنجم هور راجا غادي تهجم على هاد اللاعب يعني لتنستنتج في الاخير باللي بزاف دي اللاعب اللي حالي انتلابه مع فريق الراجا كلهم كانوا تسترزقوا لهم وره هاد الفريق ولكن انتشي واحد ما كانت يحملي اللاعب مع الفريق الراجا وانا فاجه محمد بودريق الرئاسة النادي عرف ابرز هاد اللاعبين وخرجهم من الفريق لانا ما يمكنش انت ما كانت تحملش فريق الراجا وفي الاخير تتخلصوا بواحد الصالير اللي عالي وانا ميساج البزاف دي اللاعب اللي حالي انتلابه مع الفريق كانت تلعب بقلبه وتتحارب من اجل توني دي الفريق مرحبا وانت غايت تسترزق الله اللي يعاونك وستي الله يسهل عليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويلا اشتركوا في القناة حافظ